أهلا بكم من جديد بيسعدني أن يشاركني في هذه الفقرة نجمينة كابتن محمد عبدالجليل يا مسائل فل يا مسائل فل يا كابتن مين لعباكليفت الملتخص؟ عندك حق عندك حق طب رحب الرجل اللي قاعد يقول لي يا رجل ده رياح ده هيروح مني فين؟ هيروح مني فين ده أنا ده حطه للآخر ده بصد ده حسابه تقل بس هو بيه كم لعب فعلا باكليفت؟ شكرا وياريتم هلعب باكليفت؟ مقاليش ده أنا فنان هنتكل خسرت الرهان سيادتك؟ خسرتك خسرت الرهان؟ جاهز للفداد؟ لا لا تحت عمر انت عارف؟ الخاسر للرهانات دائما أستاذ بليغ أبو عايد مشرفنا ومنورنا اهلا بيك بس أنا مبارح كنت حكم في الرهان ده شفت؟ 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 انت عدت تقول لي أيوة وأكد وانا اقول لك يمكن كذا شفت باعك من قبل محطة نتيجي كمان في أول محطة قبل أول محطة كابتن عم جليلي أنا أول ما قال لك مرع قلتني ماشي أنا معاك كافة لما انت قلت لك يبقى لك لابك بعد كده رجع لك لا لا هيلعب يمين مش يلعب بعد رجع لعمر كمان بعدين عمر كمان ممكن يلعب سيدي ومعك كده غير وانا اقول له ايه بلاش اسمع كلامي انت بده مش وارك انت ده المرة دي مشيت وارك لانت قلت يعني كده خسرت الرهان؟ خسرت الرهان رقم كده مالك بين وبين يا كتير متعدش بقى لا صحيح ده احنا كده محتاجين نعمل بص عجول مزرعة مزرعة نعمل مدبح على باب القناة مشرفين ومنورين عندنا اكتر من حاجة طبعا المنتخب عندنا استعدادة الاهل اللي ماتش بتاع السوبر وعندنا النيولوك اللي عايز يعمله اسوريو مع الزمالك للموسم الجديد خصوصا انه تم سداد المستحقات بتاعة اللاعبين واعتقد ده هتعمل نوع من الهدوء داخل فرقة الجورة ها خليل نبدأ بالمنتخب كابتن عبد الجليل انت شايف متفائل يعني الهزيمة واردة لكن متفائل يعني ممكن تكون ده عادي هزيمة عارضة وان ده ماتش ودي بيجرب فيه الراجل حاجات وان مش ده الطبيعي بتاعه ولا شايف ان الهزيمة دي انتظار خطر شايف ايه مصر دي شايف ان احنا كنا بنقول من فترة ان منتخب مصر ابيكسب بس احنا وقفين في ظهر الراجل والراجل عنده حاجة بس برضو احنا جوانا حتة قلق يمكن اولا مفيش منافس قوي مع اول قلم قال لك اول منافس في الليبل بتاعنا لغير المنافس مع اول هزيمة قال المنظومة وحشة والمنظومة سيئة وطلع وبيلمح للاهل بس اكبتل منتخب مصر كرويا وفنيا هو حال اه التخبيط في الكرة كلها المصرية ما بين اتحاد كرة ما بين العيبة ما بين اندية واتحاد كرة مفيش نظام مفيش حاجة اسمعها منتخب مصر سيب تلاتة وخد تلاتة سيب اتنين وخد اتنين خلنا اتكلم بصراحة حال القرار ده خان غلط بالطبيعي المنتخب لازم يبقى كل العيبته موجودة مع المدرد في الرسمي اه بصراحة لا في الرسمي انا معاك قلبا وقالما ان انا ودي وعندي خيارات خمسين نادي في مصر والاتنين الباكات ليفت تصابوا بتوعي وانا لسه قدامي ثلاث ايام وموجود جوه القاهرة مش هواحد هيسفرلي عندي كذا العيب باك ليفت لا انا بتكلم على الفكر ما انا بجيب لك الفكر هل القندية بشكل عام تتحكم وتضع دايما زروفها ومليغي شاركنا حتى في الرأي تضع زروفها قصاد زروف المنتخب ولا المفترض انه المنتخب ده الاول يعمل اللي هو عايزه وبعد كده القندية تبني زروفها على المنتخب عشان منتخب نمرة واحد اه طبعا الرقم واحد المنتخب بس دلوقتي يا كابتن طول ما فيه اختار انت واختار انا طب خد طب ادي له مساحة ادي له اه فتحت الباب وفتحه من زمان فما تقدرش دلوقتي تمسك وديتش معها للرجل يتكلم فيها وده من البداية كان الغلط طبعا 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 بلغ ليك رأي في الموضوع ده طبعا بس يعني خليني قبل ما اتكلم عن الكورة وسلبياتها وليما بتخلصش وحكاوية الكتيرة بس احابة بالاول يعني ابدأ بحاجة ايجابية احابة بارك بس الانجاز العظيم اللي رفع الاسقال النهاردة فوز محمد كحلى بمدلتين زهبيتين وفضية وفوز محمد حسني ببرونزية ده انجاز عظيم اه ده يعني انجاز عظيم الاسقال ان هو راجع تاني ان شاء الله يعني لها تحقيق المدليات الاولمبية الاسقال اللي رفع الاسقال الطائرة الياردة كيزبو الجزائر الطائرة انجاز من فترة طويل الفوز ممو بافريقيا اه طبعا بنات تنس الطاولة النهاردة فازوا بالبطولة الافريقية اه اه تنس الطاولة في عندنا العوض والعياد دي لقطت حتى من فاينل افريقيا للطائرة اه انجاز عظيم طبعا في العوض وعياد النهاردة وصلوا نصف نهائية افريقيا في الملاكمة يعني برونزية ده من برندين برونزيه ان شاء الله يكملوا في الحمحم والشربين واصل بطولة برضو كل ده النهاردة اه ما شاء الله فنقولك يوم عظيم النهاردة في العلعاب الاخرى فلازم نذكره برضو في عسام وعيسة في نهائي حقق وفضيتين برضو في بطولة الجائزة الكبرى في لبنان فبردو اذا كانت يعني فعلا الرياضة مشكورة بس فالنهاردة في انجازات عظيمة اتحققات في العلعاب الاخرى وفي برضو الحكام تجمهروا في التعادل الكورة ضمن الانجازات اول حاجة من ماتش تونس انا مش هتكلم عن نوحة الفنية والكابتن عبدالله حضرتك وانا سنقشت فيه انا هتكلم بس على ان اخد نقطة نقطة مع فيتوريا ما اشبه اللي يقوله ايه اليوم البرح الكابتن حسان البدري لما طلع قالك ايه انا يعني ايه فيما يعني ضحية برضو ان انا كنت بطالب بمعيد ومش عارفية وتوقيتات مكنتش اخطر التوقيتات لانهو كان الدور مضغوط فهم ما كنت انا يعني ما بحققش المعسكرات اللي اللي انا عاوزنا اه والظلم برضو اه والظلم برضو في الموضوع اللي هو كان التصنيف هو سبب التصنيف وشال اللي لكل نهارده اه طبعا نهارده فيتوريا اه تكلم في نقطة مهمة لا لا يمكن تجاهله انا مش مبسوط ومش مستريح في موضوع المعسكرات يعني انا لعبتي طبعا ماتشاط يكن مش مبسوط مفيش الراجل اتكلم قالك المنتخبات يعني ده انا درس بصراحة نهارده قالك انا راجل دربتم يعني اعرف يعني انت منتخب وعرف يعني ايه نادي عرف يعني ايه قيمة المنتخب وانه ازاي اللعيب يتم استدعائه يبقى ينسى كل حاجة ويخلي الزهن وصافي للمنتخب بس وده قالك مش متحقق مع اللعيب تمالش الكلام ده وانده نسال حتى هو بيمره نادي بالبرتغال في النكافتين لما بيحصل حاجة الناس لازم تتكلم وده زي جرس النظار نهارده تكلم اتكلم ليه عشان فيه ظهر سنبيات حصل اخفاق حصل اخفاق واخفاق كبير الراجل فبدا يوضح خلي بالك النهارده انت احنا كلنا كو قلنا يا جماعة مثلا نادل اهلي منادل اهلي فالرب انه هو قالك عالي معلول وبرستهو يرجعه وسمعنا انه عالي معلول هيرجع مع الفريق وهيرجع على الاهلي مش هيلعب ما حصلش هو ناق وعالي معلول لعب فاته نهارده انك تقول برستهو لالكنغو برستهو لعب اه فانا بقولك انت النهارده بتقول اللعيب الدولي يسيب المنتخب لا امر مرفوض الفترة محادش كان يقدر يروم الاهلي بقى عشان كان فيه استثناء حصل قبل كده فاللي مسؤول هو التحاضر الكورة يمكن المدير الفني مالوش دعوه نهارده كابتن حزيب قالك افلنا الباب اي حاجة ما عنديش غير المنتخب هو طالب رسمي وقبلك كابتن حزيب ويامر رسمي انه لن يسمح بعد كده باي حد يتكلم معه في المعاصر فالرجل قالك احنا قفلنا الباب وما فيش حاجة غير اولوية طب وده يا جماعة كان فين قبل كده يعني ده كان فين من قبل كده يعني ممكن نال يطلب له عايزه لك في الاخر اللي بيقرر مين المنتخب المنتخب والالتحالي النهارده حصل شرخ بين فيتوريو وجمهور الاهلي محدش يقدر انكره ما خلينا بردك نتكلم بالامانة هل خليمه واساب اللعيب لا على تصرحاته نهارده وتلمحاته كل الناس كلها عارفة انه كان قصد الناد الاهلي ما عليش ما نبديك بس مثل هل دلوقتي خلينا نتكلم بكل امانة المنتخب طبعا اهم واحنا اتكلمنا قبل المصر انا زعاني انا زعاني انا سيد محمد حتى نوه ماتش مصر وتونس واهميته ما فيش جمهور لكن طبعا الناد الاهلي في مباراة رسمية والصوبر وجمهور الاهلي الفترة الضيئة دي بطولة افريقيا المستحدثة الكاس العالم فاطموح الاهلي كبير بالنسبة لفريقه لكن لابد الناس تطلع يا جماعة لا تعارض بين انجازات الناد الاهلي والمنتخب الناد الاهلي الجيل الزهبي اللي حقق الانجازات مع الكابتن حسن شيحاته كان قوام الناد الاهلي كان غالبيته قوام الناد الاهلي فانت الناس لازم بترجع تاني المنتخب مش منافس نهاردة مثلا اقولك لا ده فيه تعارض مثلا في شهر في المعسكر اللي جاي فيه تعارض في شهر عشرة فانجمهور الاهلي او جمهور الزبالك حتى دلوقتي يقولك لا مصلحة فريقي اهم دلوقتي فده الفكرة دي لازم تتغير لازم يتقفل الباب من دلوقتي نهائي ما راجعش نهاردة اقولك ما فيش السنان بباب كده والناد ببلاش الكابتن حسن كان بيصر على نظام ما بيهزرش فيه بصراح طبعا فهو مرة هتصطدم التاني هتصطدم التالتة خلص بأصبح ده السائد احنا بصولنا في سنان ونهاردة فيتوريا فيتوريا الناس مش بتحملوا المسؤولية جوهر الله ارحمه لغى الدور اطبع دور كله دور كله بقى مش خد 3-4 العيبة لغى دور كله وحتى فكر كاس أمم ما راحش ما راحش وبعت المحليين ومحليين ومتركيز في كاس أمم ومتركيز في كاس أمم لا لا والمعسكر كان ياخد قدية كابتن عم جليل وقت يا رجل دي خلفين يوم احنا مش بنطلب ده بس ادل يعني توقفات الدولية لا يعني توقفات الدولية احنا يا كافتن حق واصدر انه مبقاشين فانعمة 45-4 العيبة بس على اطلق التوقف الدولي ادل المنتجة بحقوق كام سنة وهنا وابل والستوز محمد شبانة هنا وبرة والناس بتتكلم يا جماعة محتاجين دور استثناء من 2015 سنة واحدة فوقنا يمكن لانه فيه اصرار لا هو الدور بنظام القائم مجموعتين بضغط مبارياته بظروفه الصعبة دي مفيش يا جماعة الدول خدوا نفس خدوا نفس طب انت عايز تقول عشان نهي النقطة انه لازم نرسخ مبدأ المنتخب ثم اي شيء من الفترة الجاية بقيت بقى عن اهل وزمالك عشان ما تتصنفش مع مسكلتنا النهاردة الاهل لما ده تتكلم الاستثناء ده حصل السنة الفتاة مع الزمالك فهم انت مش قادر فالتعالك وره يقعد يجامل ومرة اهلي ومرة زمالك هيتضم الرجل فيتوريا النهاردة قالك انا وقفت كده عاوزيني مدير فن المنتخب ومنحق الجاية مدزي كمان يجي بعده برضو المعاصر عاوزيني مدير فن المنتخب ما برضو بلاعفة افريقيا وقال بالك فيه مدير مفيتش لعيبة بتاعته المنتخب اخرهم الكامتين حسان منحهم خالص قالك بعد فترة برافض ده لسه المنتخب ندور على الحلف مع الكاف والاتحاد لأفريقيا يعني يتم وحتى يتم الحلف مع الكاف أو غيره يبقى المبدأ المنتخب وخلاص بقى ده الطبيعي لان المنتخب يعني البلد ايه في الباب الاستثناءات خلاص المنتخب يعني البلد مظبوط كده والاهلي يعني المنتخب والاهلي ما يكون فاية طبعا والزمالك والمنتخب فاية ده اكيد اللعمة وبين كمان كده بجد والله ان احنا اتغلبنا عشان العاية الاهلي ما كده يبقى فعلا العاية الاهلي هي 60% من قوم المتحدة طبعا مين مالا مشابسة بس انا ما تتكلمش عن ناحية الفنية خالص انا بتكلم على بتكلم على المبدأ تختار بقى من الاهلي 5 اه المبدأ يعني عمور فنية يعني ما حدش يتطاقش فيه تختار 3 يبقى ده المبدأ تختار من الزمالك 10 تختار 2 يبقى ده المبدأ تختار من البرامدز 5 يبقى ده العرف السائد عشان ما تبقاش اضيفة بلبلة ونبدأ نتكلم هيروح ومش هيروحه واحد متعاضف مع الاهلي واحد شاهد في مصلحة المنتخب ويبدأ يحصل ويتحاول الاهلي خليك حاسم وبعد كده معايش يعني حاليا الجمهور بيفضل مصلحة نادي أكتر فانت دخلت المنتخب في معركة خسرة ناديك ولا المنتخب فأقولك ناديك فانت دخلت المنتخب كده بالنسبة لجماهير الاندي درجة يعني يعني أولوية تانية صح فده أمر مرفوض طبعا كان مع الكابتن أحمد حسن في الانترو صح وتطرق للنقطة اه وتطرق للنقطة دي قالك احنا على وقتنا احنا طبعا كانوا معاققين مع الكابتن حسن انجزات رهيبة جدا وقالك انه اللعيب المنتخب عنده المنتخب رقم واحد قالك الجيل بتاعنا ده كله المنتخب هو يحارب عشان المنتخب هو بيلعب في الاهلي والزمالك ليه عشان هالله اللعيب المنتخب ما شو ما تروحش المنتخب طبعا انا لسه بقولك دي لها تغيرت ما بيش فارق يعني هم استغرب هم استغرب قالك جزء من نجحتنا المنتخب انه بالنسبالنا المنتخب كان رقم واحد واثنين وثلاثة من اللعيب اللي مايروحش المنتخب كان في الجيل ده كارثة كارثة بالنسباله صح وبعدين افتكر الوقت ده سوز محمد الشوارع الشوارع كانت تبقى عاملة ازاي دايكة الفرحة الوحيدة اللي بيتلمي الشعب المصري كله كان المنتخب والجزء كبير من قيمة اللعيب حتى المنتخب ولعب دولي المنتخب ونجاحته مع المنتخب مش بس انك في المنتخب نجاحتك نفسها ايه وبطولتك ايه وقوتك ايه كده يعني طيب معالش يا سوز محمد يعني افتكر قيمة مطش مصر كانت ازاي المطش الودي كان بيلعب ازاي ودلوقت قيمة المنتخب المصري بيلعب ازاي ما تشو ازاي انا في تكري ايه من كابتن حسن شحاته كان في العيد القومي لجنوب افريقيا والمنتخب المصري رايح يلعب هناك فكان حصل مشاكل ومنتخب المصري حب يعتذر الدنيا اتقلبت في جنوب الافريقيا زي المنتخب المصري ما يجيش فاتت كن يعني كنت انت بتروح بتلعب كان البلد كلها اللي رايح تستنىك تستنى المنتخب المصري بكويمته الكبيرة دلوقتي ما عليش انت في تونس في مصر ما كانش فيه جمهور بتفرج ودي كارسي شكرا